بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة كانت تعيش حقيقة في أوروبا وكانت أسرة مسلمة مسدينة وعندما يأتي رمضان كانوا الحقيقة يفرحون فرح شديد جدا والأطفال يفرحون والكبار يفرحون كما لو كان يعيشون أزهى وأجمل أيام حياتهم ففي إحدى الأسر اللي هي قريبة جدا منهم وكانوا جيران وكانت العلاقات بينهم رطيدة جدا فلما شافوا الفرحة الكبيرة جدا قالوا ثم احنا نجرب احنا نصوم معاكم فصامهم وهما غير مسلمين وبعدين لما صامهم وجدوا تغييرات جميلة جدا بدأوا يستمتع فعلا إن الصيام ده جميل رغم إن فيه جوع وفيه عطش هما بفرحة جلانهم فرحهم وبعدين بقى لما قرأوا عن الصيام بقى وجدوا بقى مفاجآت مذهلة جدا وجدهم إن أفضل وسيلة لتقوية جهاز المناعة بالجسم هو الصيام ده حتى في كتب الطب كده وقال لك صيام مثل صيام المسلمين بقى النصائح بقى الطبية إن هي ما يبقاش يوم أو اثنين لا يبقى مزيد من الأيام فتعجبهم فالحقيقة حسهم براحة نفسية وارتقاء روحي وطبي ونفسي فلما بدأوا بقى بعد كده يتعلموا حاجات عن الفرائد الإسلامية فوجدهم إن جميع الفرائد الصيام ده فريضة وفي صلاة فريضة وجدهم إن جميع الفرائد اللي ربنا فرائدها عبارة عن قيم عليا اللي هي الصدق والأمانة والنظافة وجدوا إن هذه القيم هي دي السعادة فدخلوا في الإسلام ونتعلم درسة عظيم جدا حقيقة إن إحنا ربنا أنعم علينا بنعمة الإسلام جميع الفرائد اللي ربنا فرادها إذا كانت صلاة أو إذا كانت صيام أو اجتناب معاصي حقيقة كل هذه المسائل حقيقة فيها راحة ربنا عز جل يعني يتحدث عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ويخد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إسرهم يعني متعبهم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فجميع الأوامر التي أمر الله بها فيها الراحة وفيها السعادة وفيها النعمة وهنا بقى بتتجلى نعمة ربنا سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم